بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين في هذه الكلمة الموجزة نجيب عن السؤال لماذا نحن المسلمون الشيعة نعتقد بإثني عشر خليفة بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ونذكر الجواب من المصادر المعتبر عند علماء أهل السنة صرح النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في حياته الشريفة أن الخلفاء بعده إثنى عشر خليفة كلهم من قريش وأن عزة الإسلام في ظل خلافتهم أخرج مسلم في صحيحه المجلد السادس صفحة ثلاثة عن جابر بن سمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال فقال كلهم من قريش نحن لا نجد في تاريخ الإسلام اثني عشر خليفة حافظين لعزة الإسلام سوى الاثني عشر خليفة الذين يعتقد بهم الشيعة المسلمون وذلك أن هؤلاء الخلفاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا بعده مباشرة ومن دون فصل وإذا لاحظنا الخلفاء عدى الخلفاء الأربعة والذين يطلق عليهم عند أهل السنة عنوان الخلفاء الراشدون فلا نجدهم سبب عزة للإسلام وتاريخ حياة خلفاء بني أمية وبني العباس يشهد لما نقول وأما أئمتنا الكرام الاثنى عشر فإنهم جميعا مظاهر الورع والتقوى في زمانهم وفي عصرهم والحافظين لسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بل كانوا محط أنظار الصحابة والتابعين ومن تلاهم بل قد شهد المورخون بعلمهم وثقافتهم وزهدهم وقد وردت أسماؤهم الشريفة في مصادر أهل السنة كالكتب التالية تذكرة خواص الأمة وينابيع المودة للقندوزي الحنفي وكتاب الصوائق المحرقة لابن حجر الأسقلاني وغيرها من الكتب التي ذكرنا أسماء تلك الكتب في كتابنا الشيعة تجيب أفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة